اشتركوا في القناة فكرة الدرس اتعرف على الاعداد سبعة ثوانية تسعة واقرأها واكتبها المفردات عندنا الاعداد سبعة هذه كتابتها وهذا شكل العدد ثمانية هذه كتابة هذه شكل العدد وتسعة وهذه هذه كتابتها وهذا شكل العدد نشوف هذه الصورة شجرة وعليها مجموعة من الطيور نحسب الطيور على الغصن الاول يلا نحسب كليتنا هاي واحد ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة الغصن الاول عليه سبعة من الطيور نانا مكتوب عندي سبعة وهذا شكل العدد سبعة وهذه ايضا السبعة دي شوية نكتبه بالقلم نتعلم طريقة كتابة العدد سبعة نعم نحسب الطيور على الغصن الثاني يلا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية نعم عندي ثمانية من الطيور على الغصن الثاني هذه ثمانية كتابة وهذا شكل العدد نعم هذه شكل العدد نعم عندي الغصن الثالث ايضا بمجموعة من الطيور نحسبهن واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة من الطيور تسعة هذا شكل العدد تسعة هذه تسعة كتابة وهنا عندي تسعة نعم نحسب سبعة ثمانية تسعة سبعة ثمانية تسعة عندي الاعداد اللي سبق وانا تعلمناها هي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اليوم سبعة ثمانية تسعة نعم خلينا نتعلم نكتب الاعداد ناخذ القلم هنا عندي سبعة طبعا السبعة فازت بالسباق ورفعت ايدها وصفقولها اذا ايديها لي فوق السبعة السبعة هي اللي فازت بالسباق وصفقولها ورفعت ايديها من الفرحة اذا السبعة هي الفائزة اللي ترفع ايديها لي فوق هذه سبعة ايديها لي فوق هذه فازت ورفعت ايديها لي فوق نعم لثمانية اكس السبعة اجتي وراها اذا صارت اكسها نبدي من جوه نصعد لي فوق وننزل لي جوه نعم لثمانية اكس السبعة ثمانية بالمقلوب السبعة ايديها لي فوق فازت بالسباق هي اللي سبقت لثمانية جتي وراها صارت بالمقلوب حتى نميز بين السبعة والثمانية نعم عندي التسعة التسعة تشبه حرف الو اللي اخذنا بدرس دور يلا نكتبه بس الفرق انه هذي العصة تكون واقفة يلا نكتب اخلي الصبع القلم على الخط سطر وامشي شوية وسوي دائرة لفوق وانزل عدل لجوه نعم هذه هي التسعة نعم هذه هي التسعة اذا سبعة يديها لفوق لان هي فازت بالسباق صفقنا لها ورفحت يديها لفوق ما ننسى انه هي فازت بالسباق لثمانية جتي ورا السبعة صارت بالمقلوب نعم وهذه التسعة ايضا تعرف نشون نكتبها نتيا على تدريب اتأكد عندي اولا اعد واكتب العدد عندي هنا مجموعة من الزهور نحسب ونشوف هنا العدد هذا قد العدد هذا الرافع يدلي فاز بالسباق نعم سبعة هذا سبعة يلا نحسب واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة نعم هنا مكتوب سبعة نعم عندي هنا مجموعة